Information Technology Fundamentals for Everyone الرحمن العلوش وأيضا بالتعاون مع معهد ILM Academy لدراسة اللغة الإنجليزية في مدينة بنجلورو أو بنجلور في الهند وجميع الروابط الخاصة بهذا المعهد يمكن أن تجدوها في الأسفل في صندوق الوصف وذلك من أجل الاستفسار عن أي معلومات خاصة بدورات اللغة الإنجليزية من إدارة المعهد مباشرة والآن لنتحدث عن الخطة الخاصة بهذه الدورة أو el Course Plan إن الخطة الخاصة بهذه الدورة مقسمة إلى ثلاث نقاط رئيسية أولا شرح المفاهيم والأفكار باللغة العربية ثانيا شرح معنى بعض المفردات باللغة الإنجليزية ثالثا تعلم نطقها بالشكل الصحيح والسؤال المهم في هذه الدورة لمن هذه الدورة؟ هذه الدورة لكل المبتدئين في الكمبيوتر ولكل طلاب المدارس والكليات بمختلف التخصصات ولكل العاملين أو المتخصصين في تخصصات غير تخصصات الكمبيوتر وللمستخدمين لأجهزة الكمبيوتر في المنازل وأيضا وأخيرا وليس آخرا لكل الراغبين في دراسة التخصصات تكنولوجيا المعلومات في الجامعة وبالنسبة لمحتوى الدورة فهذه الدورة مقسمة إلى ثماني أجزاء رئيسية في البداية لدينا مقدمة عن أجهزة الكمبيوتر وبعد ذلك شرح لمكونات وأجزاء جهاز الكمبيوتر أو ما يعرف به هاردوير ثم شرح لأنظمة التشغيل والبرامج التي تعمل في أجهزة الكمبيوتر وبعد ذلك شرح شبكات الكمبيوتر بشكل مبسط وأيضا الحديث عن موضوع الأمن والحماية وطريقة إدارة البيانات في جهاز الكمبيوتر وطرق استكشاف المشاكل وحلها وأخيرا وليس آخرا أيضا أشهر البرامج المستخدمة في الكمبيوتر في أماكن العمل وبالنسبة للمتطلبات الضرورية لدراسة هذه الدورة يجب على الطالب أن يكون مهتم بالتكنولوجيا ولديه الرغبة في التعلم عن أجهزة الكمبيوتر وعن مفاهيم تكنولوجيا المعلومات وأيضا يجب أن يكون لديه جهاز كومبيوتر شخصي للعمل عليه وبالنسبة للمتطلبات الضرورية لدراسة هذه الدورة يجب على الطالب أن يكون مهتم بالتكنولوجيا ولديه الرغبة في التعلم عن أجهزة الكمبيوتر وعن مفاهيم تكنولوجيا المعلومات وأيضا يجب أن يكون لديه جهاز كومبيوتر شخصي للعمل عليه وفي النهاية لكم كل الشكر على المشاهدة والرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كل الإشعارات الخاصة بالفيديوهات الجديدة في المستقبل إن شاء الله وأيضا الرجاء لا تنسوا النقر على زر لايك وكتابة تعليقات مفيدة في الأسفل ومشاركة هذا الفيديو مع الآخرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا